بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات طلبة التعليم الفني أهلا ومرحبا بكم طلبة التعليم الصناعي قسم الخرصانة أو قسم أعمال الخرصانة أو سابقا قسم الفرم الخرصانية منظومة الجدرات الصف الثاني الحلقات اللي فاتت اتكلمنا فيها على الشدات الخشبية أعلى الأساسات الشدات الخشبية أعلى الأساسات وطبعا عارفين الأساسات من السنة اللي فاتت إن شاء الله وعرفنا الأساسات إيه هي وعرفنا أن فيه أساسات عميقة وأساسات سطحية وعرفنا أن الأساسات السطحية اللي انت اشتغلتها واشتغلناها مع بعض السنة اللي فاتت برضو اللي هي الأواعد المنفصلة والأواعد المتصلة واللبشة واشتغلناها شدات خشبية واشتغلناها حديد تسليح النهاردة انت راجل كبرت وبقيت في سنة تانية وشغالين مع بعض بفضل الله الشدات الخشبية الأعلى الأساسات ايه هو أعلى الأساسات؟ يعني الأعمدة هنبدأ بالأعمدة وبدأنا واشتغلنا الأعمدة في الحلقات اللي فاتت وكمان بعد الأعمدة اداني الشدات الخشبية للأعتاب والأسقف الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على الأعتاب وعرفنا المصطلحات الفنية المستخدمة للأعتاب وعرفنا كمان ايه هي الخامات المستخدمة في الأعتاب وعرفنا ايه الخامات المستخدمة في الأسقف وعرفنا ايه هي ادوات السلامة والصحة المهنية اللي بستخدمها في المهمات بتاعتي اللي هي الاعتاب اي نوع من الاعتاب او كمان الاسقف بتاعنا الادوات السلامة والصحة المهنية اللي بستخدمها في الاعتاب وفي المهمات اللي فاتت هي هي اللي بستخدمها في المهمة او الجدارة اللي احنا هنشتغلها النهاردة دي اللي هي الأسقف وكمان الخمات اللي هستخدمها في الأعتاب هي هي الخمات اللي هستخدمها فين في الأسقف والعدد المستخدمة كمان اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت في الأعتاب هي هي العدد المستخدمة فين في الأسقف وقلنا العدد المستخدمة للأعتاب والأسقف هي بستخدم طبعا انتراج النجار هتشتغل نجار مسلح وهي بتكون معايا مطرقة نظيفة او ادوم نظيف ايا كان مفيش اي مشكلة ادق به المسمار وكمان عندي الشاكوش اللي هدق به الامط شاكوش ببيضة او شاكوش يكون تقيل بحيس ادق به الامط ولو معاك مطرقة تكون تقيلة مفيش مشكلة واليد بتاعتها كويسة ومصينها كويس واشتغل بها في الامط مفيش مشاكل لو مفيش معاك ادوم او شاكوش اللي هو شاكوش ببيضة بس المفروض والصح ان انا يكون معايا الادوم اللي هو بتاعي او المطرقة ويكون معايا كمان الشاكوش اللي هدق به الامط لان انا بستخدم الادوم او المطرقة في دق المسمار وخلع الايه وخلع المسمار والشاكوش بستخدمه فقط في دق الايه المصامير التقيلة او الكبيرة لو هدق مصامير عندي في سقف او في مكان يكون ايه المصامير بتاعته هتبقى عشرة سنتي اللي هي الصلب كويس وكمان بافتح بالشنايش وكمان بدق به الايه الامط بتاعتي في الموقع بتاعي لو انا عندي اه شنايش بفتحها ولو انا عندي اه امط بدقها طيب انا عندي في شغلي بدق به الامط بس لان انا عندي مفيش شنايش ولا في حاجة لان انا طبعا راجل اه متدرب دلوقتي في ورشة من المدرسة وابدأ اشتغل على هذا الايه على هذا الاساس طيب هندسة انا النهاردة بالنسبة لشغلي بالنسبة للعدد المستخدمة تاني في عندي ايه في عندي ممكن يبقى ميزان المية باوزن بيه ضبط رأسي وضبط افقي واوزن كمان الضبط الرأسي بميزان الايه ميزان الخيط ممكن ده يستغنى عن الضبط الرأسي او الضبط الايه الرأسي بتاع ميزان المية مفيش مشكلة لو الاتنين موجودين يبقى افضل عشان اشوف ده مظبوط او ده مظبوط واشغل نفسي وكمان عندي خريطة بلما فيها المسمار بتاعي وضبط اموري وكده وكمان عرفت بعد ما عرفت الخامات بتاعتي اللي العدد بتاعتي ناقص عندي ايه المنشار بتاعي لو عايز اطهر حتة خشب او لو عايز اطهر لوح لتزانة او اطهر عرق جيه طويل معي شوية او بتاع فابدأ اطهره وزبطه على المسافات او الايه اللي موجودة عندي في المهمة بتاعتي طيب انا النهاردة بقول الاسقف الخرصانية المسلحة زات الكاميرات الرئيسية والفرعية زات الايه الكاميرات الرئيسية والفرعية عايزين نبدأ مع بعض كده ونخلي بنا مع بعض اما اقول لك الشاشة تخش تبص معايا وتشوف الشاشة هنبدأ نتكلم على ايه وبتقرأ على الشاشة بتاعتك وتكتب ورايا مكتوب على الشاشة ايه وهنبدأ نقول بص معايا على الشاشة كده بقول لي ايه هي الاسقف الخرصانية زات الكاميرات الرئيسية والفرعية يعني ايه الكلام ده يعني عندي اسقف زات كاميرات رئيسية وفرعية يعني في اسقف تانية بدون كاميرات اه فيه بس المرة الجاية ان شاء الله هنبدأ نتكلم عليه طيب يعني ايه الاول كاميرا رئيسية وكاميرا فرعية الكاميرا الرئيسية بتكون بتربط الاعمدة ببعضها وهرسمها لك دلوقتي هو وضحها لك بس خلي بالك معايا الكاميرا الفرعية حضرتك بتكون بتوصل بين كاميرتين رئيسيتين الكاميرا الرئيسية بتوصل بين عمودين او بتربط عمودين ببعضهم او بتكون متحملة بمعنى اصح بتحمل احملها الوقع عليها على الاعمدة على طول أما الكاميرا الفرعية بتشيل الأحمال الوقع عليها وبتحملها على كاميرات رئيسية كاميرات ايه؟ رئيسية كويس كده يبقى أنا عرفت ايه هو الفرق بين الاثنين وأحياناً بيكون الكاميرا الفرعية بتكون ارتفاعها دايماً دايماً يعني أكتر الأحيان بيكون أقل من ارتفاع الكاميرا الرئيسية وكمان احيانا بيكون عرضها اللي هو السمك بتاعها بيكون اقل يا باش مهندس منين من الكاميرا الرئيسي لان الكاميرا الرئيسية بيدورها بتشيل الاحمال الوقع على الكاميرا الفرعية وبتوزحها على الاعمدة وبتشيل كمان نفسها والاحمال الوقع عليها وتوزحها على الاعمدة فلازم تكون هي الاكبر شوي طب يا باش مهندس لو عملناها او لقيتها يعني بنفس الارتفاع ونفس العرض وكل حاجة طب بس في نقطة هنا ايه اللي يثبت لك ان الكاميرا دي فرعية والكاميرا التانية رئيسية ان الكاميرا الرئيسية هي اللي بتشيل حديد الكاميرا الايه ها الفرعية حلوة كده يبقى ما نيجي نشتغل في الحديد بقى ان شاء الله هتبقى عارفة الحديد دي كويس جدا لو لقيت الكاميرتين قد بعض في العرض وقد بعض في الارتفاع في الحالة دي هتعمل يا باش مهندس يبقى انت تشوف انه كاميرا رئيسية وتبدأ تحمل عليها الحديد الايه حديد الكاميرا الفرعية العلوي هيبقى فوق علوي الكاميرا الايه الرئيسية والسفلي هيبقى فوق سفلي الكاميرا الايه الرئيسية كويس كده في الحالة دي يبقى اذن انت فعلا استخدمت الكاميرا دي كاميرا رئيسية والكاميرا التانية استخدمتها كاميرا ايه فرعية بتحمل الكاميرا الفرعية على الكاميرا الرئيسية ماينفعش الكاميرا الفرعية تشيل الكاميرا الرئيسية يعني الحديد بتاعها لو العكس ايه اللي هيحصل بتسقط الكاميرا او يحصل فيها شروخ والاحمال الوقع عليها تخدها على طول وتنزل حتى لو حملها لوحدها هيخدها على طول وينزل ومبتقديش شغلها المزبوط عندنا والكلام ده هنقوله باستفادة فين في ان شاء الله التسليح بتاعنا طيب نخش نشوفه عايز مننا ايه اه بيقول لي عشان تعرف الشغل بتاعك ده لازم تكون عارف وتقرأ الرسومات بتاعتك تخش على الرسم المعماري بتاعه وتعرف المهندس رسم لك الرسم ده وجيب لك فيه ايه ومأساتك ايه ومأسات الكاميرا الرئيسية ايه ومأسات الكاميرا الفرعية ايه وكمان مأسات الاسقف بتاعتك ايه وكمان اعلى منسوب بطنية اللي هي البلاطة بتاعتي للسقف مأسها كام من بطنية البلاطة السفلية وكمان اقصى منسوب لقاع الكاميرا بتاعتي الفرعية والرئيسية كام بالزبط وارتفاع الكاميرا دي كام وارتفاع الكاميرا دي كام وبحدد منهم منسوب ارتفاع البطنية او قاع الكاميرا ومن هنا بثبت لوح الايه القاع بتاعي وعليه او قبليه عشان اثبته بثبت مين ها بثبت العرق المسكي بتاعي وتعالى بقى نبص مع بعض كده نشوف ايه هو الرسم المعماري بتاعنا قبل الخطوات التنفيذية بتاعتنا دي تعالى نشوف الرسم المعماري بتاعنا كده على الداتا اقطع لي كده وتفضل معايا على الداتا بتاعتنا عشان نقدر ان احنا نشوف هنرسم السقف بتاعنا ده ازاي بص كده عندي وليكن عمود ادي السقف اهو بتاعنا كاميرا رئيسية طولية وكاميرا رئيسية عرضية وقادي كاميرا رئيسية تانية اهي وقادي كاميرا رئيسية موجودة عندها وقادي بينهم مين ها والمعايا كاميرا ايه فرأي ده عمود اهو هي دي الايه الاعمدة بتاعتي بينا طبعا الرسم اكيد رسم كوروكي وظاهر عندك اهو طبعا بالمقاسات اللي موجودة على الرسم بتاعي او المدرب بتاعي هي الدهالي انا خدت الكاميرا العرضية دي اللي هي الفرعية وصلة منين وصلة بص وصلة للكاميرا الايه للكاميرا الرئيسية دي والكاميرا الرئيسية دي ليه قلت على ذي كاميرا رئيسية ومع ذي كاميرا رئيسية لو بصتها تلاقي الكاميرا الرئيسية دي واصلة بين الاع pouضاء الاعمدة دي اهى هذه العمودين اهى وهذا الكاميرا دي نفس الكلام اهى الاعمدة بتاعتي اه機會 يبقى دي يسمها اسمها كاميرا رئيسية رئيسية ماشية ودي كاميرا ايه فرعية كاميرا فرعية كويس يبقى انا كدا عرفت الكاميرا دي بتيجي ازاي والكاميرا دي بتوصل بين ايه بين كاميرتين رئيسيتين والكاميرا الرئيسية بتوصل بين عمودين طيب ده المسخة الافق بتاعي لو انا بصيت من فوق طيب انا هاجي ارسم المسخة الايه المسخة الرأسي بتاعي اسقاط على المسخة الايه المسخة الافق ازاي استاذ هطلع العمود مع الايه مع العمود زي ما احدك شايف كده حلم عند دي الارض مثلا وتهشير الارض دايما بيكون زي ما انت شايف كده خطوط ميلة طولية وخطوط عرضية كويس كده عند العمود ده كده ظهر والعمود ده كده ماشي ويبدأ هو بقى يجيب السقف بتاعنا بواصل كده بيجيب السقف بتاعه اهو كويس نايس عندي مين وقفنا السقف هو بتاعنا تمام نايس عندي اسقاط مين الكامر بتاعي اسقاط الكامر بتاعي بيظهر الكامر الرئيسية بتاعتي وليكن اسقاطها في المنسوب ده ايا كان بقى يقولك الكامرر الرئيسية ارتفاعها اربعين ماشي خمسين ما فيش اي مشكلة ستين ايا كانت ما فيش اي مشكل ودايما يقولك الكامرر الرئيسية ارتفاعها النظيف ستين او خمسين ولو هي تشمل الايه الكامرر تشمل ارتفاع السقف والسقف بتاعي عشرين مثلا او خمستاشر يبقى الخمستاشر زائد الخمسين تديني خمسة وايه خمسة وستين من الخارج كويس لو عن نضيف يبقى اولي الخمسين من جوة اللي هو المسافة دي من هنا لهنا كويس طيب لسه عندي مين ايوة بالزبط كده عندي الكاميرا الرئيسية تمام بتشيل كاميرا ايه فرعية الاسقاط بتاعها بيكون عندي بنفس الايه الاسلوب ده كده كويس طيب الكاميرا الفرعية بتظهر عندي انا عامل قطاع عامل قطاع اهو ببص من هنا كده فيش اي مشاكل تمام فالقطاع بيظهر لي قطاع للايه للكاميرا بتاعتي يبقى انا اذا من هنا دي كاميرا ايه رئيسية رئيسية ودي كاميرا ايه فرعية عشان عرفت ان الكاميرا الفرعية بتتحمل على كاميرتين رئيسيتين والكاميرا الرئيسية بتتحمل على الاعمدة او بتشيل الاحمال الوقع عليها وحملها وتوزحها على مين على الاعمدة طيب باش مهندس المقاسات بتاعتي زي ما تجيلي ايا كانت هقدر اعمله مش هتفرق معايا المقاس ده كام من ده كام هو الداني الكاميرا دي ارتفاعها مثلا يبدأ انت ترسم بقى او الرسم بتاعي بيكون موجود عليه الايه المقاسات بتاعتك زي كده الكاميرا دي خمسة وعشرين وليكن والكاميرا دي خمسة وعشرين والكاميرا الفرعية مثلا بيديها لك اتناشر سنتي ونص العرض بتاحها او السمك بتاحها بيجي هنا يقول لك ارتفاع ارتفاع الكاميرا بتاعتي ودي السقف بتاعي السقف خمستاشر او عشرة ايا كان وكمان عند ارتفاع الكاميرا اربعين وارتفاع العمود زي ما هو مدهولي اه يعني حسب ارتفاع الايه الدور بتاعي المسافة دي من هنا لهنا من نقطة الارتكاز اللي هي العمود بتاعي اللي وليكن اربعة 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 متر اربعة متر نفس القصة هنا وليكن اربعة متر او خمسة متر ما فيش اي مشكلة يبقى دي المقاسات المطلوبة بتاعتي والشغل المطلوب بتاعي احنا عايزين ناخد جزء بسيط ونبدأ نشتغل عليه الشدة الخشبية من التمرين بتاعنا دوت ونبدأ نشتغل جزء ده عشان نقدر ناخد هناخد جزء من المعمار بتاعنا وليكن هناخد المربع ده ونبدأ نشتغل عليه شدتنا الخشبية عادي خالص عشان ناخد جزء من الكاميرا الرئيسية دي وجزء من الكاميرا الرئيسية دي وناخد كاميرا سليمة من الكاميرا الرئيسية خدت بال حضرتك وعمودين كاملين عندي ونبدأ نشتغل الشغل بتاعنا طيب تعال مع بعض كده بص معايا عشان نشتغل نشتغل يعني الشدة الخشبية بتاعتنا بص على المسخط الرئيسي بتاعنا اهو ايه دي المسخط الرئيسي عندي ويادي كده عندي العمود زاهر عندي اهو ويادي الكاميرا الفرعية بتاعتنا ويادي السائف ويادي الاعمدة بتاعتنا يبقى دي كاميرا رئيسية ودي كاميرا فرعية ودي كاميرا رئيسية كويس طيب يا استاذ انا عايز اخد اشوف ابدأ بايه في الشغل بتاعي داوت هنبدأ نقول وليكن عندي هبدأ اقولك خد من المحور بتاعك قايم لنحيا دي من المحور اربعين سنتي او خمسين سنتي ومن المحور اربعين سنتي او خمسين سنتي زي ما احنا متعودين وعارفين ان الشغل بتاعي الايم تعريف وقولك من خشب الفليري قطاع ثلاثة في ثلاثة واربعة في اربعة وخمسة في خمسة وبيكون الايم الفليري دا هندسة بين وبين الايم الاخر ما بيقلش عن كام عن تمانين او متر او متر وعشرين او متر وعشر ايا كان هو مدهولي فانا بشتغل من الايه من المحور بتاعي محور الايه محور العمود المحور دا بيكون متسبت على الخنزيرة بتاعتي وبيكون موجود ما فيش اي مشكلة خالص او العمود موجود عندي انا كده كده هشتغل مين السقف بتاعي العمود موجود قريدي ما فيش اي مشكلة هبعد عنه كام المسافة اللي هي الاربعين سنتي وابدأ اخد الايه اخد الايم الاولين خلينا مع بعض واكتب الخطوات دي وخلينا واحدة واحدة عشان تفهم هنعمل نشتغل من الناحية دي والناحية التانية برضو هابدأ اورها لك عشان تظهر معايا كويس جدا يبقى اخدنا الايم ده وهناخد الايه الايم التاني كده كأنك شغال بالزبط فين في الموقع بص الايم انا وقفت بيه فين ده تقريبا ارتفاع السقف بكون عارف ارتفاع السقف هيبقى كام ارتفاع خلوس السقف من البلاطة من تحت كده من يعني من الفرشة بتاعتي هيبقى كام بالزبط واقوم ايه واقوم جايب ايم يليق بالارتفاع ده ولو ما فيش ايم ييجي نفس الطول ما ينفعش اجيبه طويل لازم اجيب الايم ده يكون يليق بالارتفاع او يكون على قد الارتفاع ناقص من اتنين ونص لتلاتة او خمسة سنتي ما فيش اي مشكلة ينقص عن ارتفاع السقف من اتنين ونص لخمسة سنتي ما يقلش عن اتنين ونص ولا يزيد عن خمسة ولو زاد عن خمسة ببدأ اوصله ببدأ اعمل فيه اعمله توصيلة وتتسبت بالقومة وكده طيب انا عملت الايم ده عند الكاميرا دي وعند الكاميرا دي نفس الكلام خدت الايه المسافة بتاعت دي واعمل ايم وهنا نفس القصة اعمل ايم ونفس الكلام اللي عملته هنا هعمله فين هعمله الناحية التانية طيب اي باش مهندس تعال انا اشتغل عندي عايز اعمل بعد ما عملت الايم دي اعمل البيانضات بتاعتي السفلية انا بقولك عملت الايم ليه بحددلك مكان الايم عشان تسبت عليها الايه البيانضة او تاخد البيانضة بتاعتك على طول على شغلك اهي بقوم واخد انت بس هم بتبدأ عشان نقسم المسافة بتاعتنا البيانضة السفلية اللي هي الطولية اللي ايه الطولية زي كده كويس وباجي ااخد بيانضة نفس الكلام عندي ماشي اهي وبيانضة تاني من هنا كويس كده ودايما تهشير البيانضة بيبقى شكله عامل كده هرسمه لك هنا اعمل البيانضة كده تهشيرها وانت بترسمها كويس بتبقى البيانضة مربعة اللي هو خشب في الليري وبيبقى في النص كده حلقات سانوية اهي بتدي شكل كويس للشغل بتاعك وانت بترسم الشدة الخشبية عندك شغلك في الشدة الخشبية ورسمك للشدة الخشبية بيديك تأهيل مهم جدا جدا ان انت تخش على شغلك العملي مية المية فيش اي مشاكل خالص فانا بشتغل معك بالزبط كأنك بارسم معك بالزبط كأنك هتعمل ايه هتعمل الشدة الخشبية عملي طيب انا عملت دلوقتي الطابق السفلي وكمان وكمان عملت الطابق السفلي من البراندات وهعمل عليه الطابق اللي هو العلوي من البراندات اهي وعندي هنا دي هتبقى نفسي الكلام وهدي هتبقى نفسي الكلام طيب اهندسة انا خدت البراندة دي والبراندة دي والبراندة دي البراندة دي هتشيل معاين الايمن دول والبراندة دي البرانداتين دولها يشيلوا الايمين دول طب في مسافة في النص لسه عايزة برضو اوايم تاني يبقى هقوم زود لها اشوف المسافة اللي فضلة كان حلو وقوم مقسمها اشوفها تاخد معايا بحرين ولا بحر ولا تلاتة ولا اربعة من بين الايم ده والايم ده ولو استكفت على كده تمشي تمشي امشيها ما فيش اي مشكلة خالص كويس ولكن المسافة عندي كبيرة مثلا قال لي اربعة متر من من الكاميرا دي للكاميرا دي وليكن اربعة متر مثلا او تلاتة متر فالتلاتة متر هشيل منهم المسافة اللي هي النص اللي هي المسافة دي الكام خمسة وعشرين كويس مسافة العمود خمسة وعشرين هشيل اتناشر ونص من الخمسين هيفضل كام هيفضل معايا من الخمسين اتناشر ونص هيفضل معايا سبعة وتلاتين سنتي وايه سبعة وتلاتين سنتي ونص ومن هنا سبعة وتلاتين سنتي ونص يعني تقريبا انا خدت المسافة بتاعتها هيفضل معايا حوالي اتنين متر وايه اتنين متر من التلاتة متر اتنين متر وايه ونص تقريبا اتنين متر ونص دول بابدأ او اتنين متر وتلاتين بابدأ اقسمهم انت اجمعها وترحها وزبطها مع نفسك وشوفها هتفضل هتجي معك كام في الاخر هتديك تاني ايه هتديك قايم تاني عادي خالص هناخده زيه باللون الاحمر عشان يظهر لان احنا المفروض بنعمل البيانضة الاول وبعد كده بنعمل الايم ده بس انا عملته لك عشان يحدد للمسافات بتاعتي يحدد المسافات بتاعتي هنا نفس الكلام شفت المسافة دي طلعت كام قسمت المسافة بين الايم والايم طبعا على ورقة زي ما احنا شغالين كده وابدأ ااخد الايه الايم التاني بتاعنا لو هترسم هترسم كده مفيش مشكلة مش هتتعف في حاجة ولو هتشتغل هتبدأ منين من البيانضة السفلية وبعدين عليها بيانضة تاني زي ما حددتك شايف كده ما احنا عملناها اهي بابدأ احط البيانضة دي اتي في الاتجاه ده ماشي في الاتجاه ده مفيش مشكلة ايا كانت هتيجي معايا اهي كويس طيبا بس بعد ما عملت الطابق السفلي من البيانضات طولية والبيانضات العرضية ابدأ اعمل ايه هندسة ابدأ ااخد المأسات اللي انا عملتها هنا وهنرجع للورقة دي تاني واقوم واخدها عملها على ورقة تانية واقول المسافة دي بقت كام وليكن واحد متر كويس من الايه من البيانضة للبيانضة هتبقى الواحد متر من الايم للايم يبقى هتديني من البيانضة للبيانضة تمانين تمانين سنتي ومن البيانضة التانية دي هتديني كده ايه حوالي سبعين سنتي ودي سبعين ودي كام تمانين ودي سبعين ودي سبعين وقادي تمانين الاخير باخد المقاسات دي على طول وقوم رسمها على ورقة خارجية ورقة خارجية عشان اقدر اخد الشغل بتاعي ده واسم يبقى ده اقول لي بياندة كده اهي اعمل وليكن العمود بتاعي في المكان ده هابدأ اخد البياندات بتاعتي الطولية ورصها زي ما حدثك شايف كده واجي عليها واخد البياندة الاولنية مع ترك مسافة في البياندة الطولية تسبت الآيم بتاعي تسبت الآيم بتاعي اللي هيجي منهم منين منهم اهي تمام واخد المسافة اول حاجة التمانين اقوم عامل البياندة التانية واخد المسافة التانية اللي بعديها السبعين وبعدين سبعين وبعدين التمانين في الحالة دي كده عرفت المقاسات بتاعتي ورسمت التقفيصة بتاعتي اللي هي الطابق السفلي اللي موجود عندي اللي انا هبدأ اشتغل عليه الشغل بتاعي ليه انا بقول بأكد على شغل التقفيصة كويس جدا جدا هقولك عليها بس خلي بالك لما نعمل الطابق العلوي للشغل بتاعنا كده احنا عرفنا المقاسات دي ونقلناها في ورقة خارجية وبدأت ان انا دلوقتي عايز اشتغل مين اشتغل الطابق العلوي للتقفيصة بتاعتي والتقفيصة دي وانا شغاله بعمل الطابق العلوي التقفيصة بأشتغلها من خشب ايه هندسة من خشب ايه ايوا من خشب الفليري برافو عليك من خشب الايه الفليري طيب ارتفاع الطابق العلوي ده باش مهندس كام من الارض ايوا القالون بتاعه بيقول ان انا الطابق العلوي ده يديني فرصة من فوق من ان انا اعدي الرجل يبقى واقف كده يبقى واقف كده يعدي من تحت الايه من تحتها او من تحت الايه الطابق العلوي ده طيب انا بأكد ليه على الحوار ده لان انت لو ما سمحتش للعمال تعدي من تحت الطابق ده بسهولة هيتعب وهو شغال ومش هيديك الشغل المطلوب منه مش هيديك الشغل المطلوب منه في اليوم ده هيمشي موطي لو شايل حاجة هيمشي موطي ويبقى تعبان وهيتعب منك مش هيدي المأمورية بتاعته في اليوم ده كويس حلو كده يبقى انا لازم اعمل حساب الارتفاع بتاعي طب الارتفاع ده كام يا باش مهندس الارتفاع ده من 180 الى 2 متر من 180 الى 2 متر اهو الارتفاع ده حلو كده يبقى عشان الناس تعدي او الناس تخش في الموضوع ده او تخش تحت الشغل بتاعنا يبقى تعمل ايه تعمل الطابق بتاعنا ده او الطابق التاني يكون من 180 ل2 ايه لتنين متر طب لو زيادة شوية لو زيادة شوية انا شايف انه هو مش هينفع مش هديك فرصة ان انت تسبت الايه تسبت العرقات بتاعتك ومش هتعرف توقف عليه كويس وتوقف يعني ايه تبقى الفرصة بتاعتك المسافة من هنا من الطبق لنفسه لغاية بطنية البلاطة هتبقى ديقة جدا مش هتعرف ان انت ايه تقوي السقف من تحت وتقوي ايه الكاميرات بتاعتك وتقوي عرقات الايه السقف بتاعك يبقى من هنا لازم نبقى عارفين الكلام ده كويس جدا المسافات دي مهمة جدا وتاخدها لو زيادت شوية معاك تبقى عارف انت مزودها ليه ولو قلت شوية معاك انت عارف تبقى انت مقللها ليه حلو طيب هندسة احنا كده ليه بنأكد كويس جدا على شغل الايه على شغل التقفيصة لان التقفيصة دي مهمة جدا جدا عندي لو انا عملت التقفيصة دي واستهونت فيها ودايما بقول التقفيصة من خشب الفليري عشان هو اقوى انواع الخشب ليه اقوى انواع الخشب باستخدمه في التقفيصة دي التقفيصة دي عاملة زي زي العمود الفقري بالنسبة لمين بالنسبة للبني ادم بالزبط هي اللي بتشيل الكاميرا دي وهي بتتصب وهي اللي بتشيل الكاميرا ده كله والاسخف دي كلها والخشب بتاعهم قبل الصب وكمان الحديد والصبت الخرصانة وهي سيلة التقفيصة دي هي اللي بتشيلها لو ما كانتش متينة جدا 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 وبتكون مهم جدا جدا عندي كل حاجة فيها ارجع عليها مش هينفع ان انا اصب عليها وبيحصل كوارث بعد كده لو التقفيصة دي ما كانتش مزبوطة عندي لو ما كانتش التقفيصة دي مزبوطة عندي في الحالة دي انا ممكن اضحي بمال كتير ممكن يضيع مني لو صبيت السقف وقعت مني لقدر الله طيب كمان عندي بيكون ناس تحت الشدة وانا بصب لو وقعت مني والعزو بالله يعني فيه ناس بارواح بتروح كتير والعزو بالله ففي الحالة دي لازم اكد عليك ان التقفيصة دي تكون متينة مية في المية ويكون العروق بتاعتها كمان على استقامة واحدة على استقامة ايه واحدة الاوايم دي تكون على استقامة واحدة يعني انت لو اشتغلت في يوم التقفيصة بس انا ما عنديش مانا على يومين ما فيش مشكلة على اهم حاجة تقفيصتي دي اللي هتشيل الشغل اللي جاي كله تبقى سليمة مية في المية ومتينة مية في المية حلو كده طب كمان عندي العروق دي بعمل حسابها وانا بسبتها في ايه اللي هي الاوايم بتاعت دي بعمل حساب لو انا في دور ارضي بعمل حساب ان هي تحتيها حاجة اسمها فرشة من خشب الايه يا بش مهندس من خشب البنطي خشب البنطي ده بيكون تسعة بوصة خمسة سنتي او اتنين بوصة في تسعة بوصة حلو اها خمسة سنتي او اتنين سنتي في كام في تسعة بوصة يا هندس بص لازم كل العروق لازم كل العروق دي عمل ايه تكون شغالة معايا زي ما حضرتك شايف كده حلو شغالة على ايه على فرشة طب الفرشة دي فايدتها ايه وبتكون من خشب ايه قلتلك دلوقتي بتكون من خشب يعني خشب البنطي لان البنطي عريض شوية هو زي الموسكي في الارتفاع ولكن عريض شوية كتير كمان بيكون اعرض منه تقريبا مرتين وشوية يعني خمسة سنتي خمسة بوصة اتنين بوصة في تسعة بوصة يعني بتبدأ من تلاتين سنتي وانت طالع او خمسة وعشرين سنتي وثلاتين سنتي وخمسة وثلاتين سنتي لوح الايه لوح البنطي بتاعي عشان ما يسمحش لان العرق ده يبوص في الارض نتيجة الاحمال اللي هتقع عليه من فوق وانا بصب او او انا بشتغل او اه ما الى ذلك حلو كده يبقى انا عرفت دلوقتي سبت الاول اه الطابق السفلي من التقفيصة سبت عليه الاواين بتاعتي سبت عليه مين ها الطابق العلوي للايه للتقفيصة بتاعتي كويس وقبل ده كله قبل ما سبت الايه الاواين بقوم حطت تحت منها مين الايه الفرشاة والفرشاة ده من خشب البنطي بتاعي اتنين بوصة في تسعة بوصة اتنين بوصة في تسعة ايه في تسعة بوصة طيب هندسة اشيك بقى على الشدة بتاعتي تمام ان كل الاواين قصت بعضها والايم اللي الداخلي ارتفاعاته مطلوبة معروفة ومتقاسة ومزبوطة وكمان الايم لازم يكون قرطه مزبوطة جدا من فوق ومن تحت لو الايم متاكل من تحت مثلا الاورة بتاعته مش عشرة في عشرة او سبعة ونص في سبعة ونص او اتناشر في اتناشر اتناشر ونص بتاعتي مش هتبقى مزبوطة وكمان لو الاورة بتاعتي مش مزبوطة من اعلى الايم بتاعي مش هعرف اسبت في مين العرق بتاعي واسبت عليهم الايه التطريح والحملات حلو كده يبقى انا دلوقتي عرفت ان الاوايم بتاعتي لازم تكون على استقامة واحدة وكمان اوايم مزبوطة القطاع بتاعي عندي وبعد ما خلصت التقفيصة بابدأ اعمل ايه بابدأ اقول ان التقفيصة دي لازم لها زيادة امان الا وهي الايه الشكلات بتاعتي بابدأ اديها شكال كده شكلات بطريقة شطرنجية بتلف ورا بعضها في كل الايه في كل الايه المنشأ بتاعي من الخارج ولو المنشأ عندي كبير وطبعا انا فوق في اعلى السقف في اعلى مكان طبعا او في دور تاني او تالت او رابع فبطر قد الشكلات من اين من الدخل طيب بعد كده هندسة ايه اللي بيتم معايا بعد اما خلصت التقفيصة بتاعتي وقويت التقفيصة بتاعتي ابدأ بقى خش على شغلك المزبوط وخطوات تنفيذ الشدة بقى كاملة وابدأ نفذ من قاع الكامير بتاعك عشان اعمل قاع الكامير يا بش مهندس لازم اعمله ايه لازم اعرف منسوب ارتفاع الايه ارتفاع السقف وعشان اعرف منسوب ارتفاع السقف بجيبه من اللوح طيب وارتفاع الكامير بالنسبة للسقف بيقول لي ارتفاع الكامير وليكن كذا حلو كده طيب انا جيت خدت الارتفاع المطلوب وباخد عندي حاجة اسمها شرب الشرب ده باخده ليه جماعة باخده عشان اخد منه منسوب ارتفاع او منسوب قاع الكامير ومنسوب ارتفاع السقف وبنزل منه سبعة سنت ونص من بعد ما ااخد ارتفاع اقاع الكامير وهنبص عليها دلوقتي على الداتا تعال معي على الداتا كده هاي حلو والياكن انا خدت كده الشرب بتاعي اهو تعال معي بص على الداتا بتاعتنا كده حلو بعلم على الايم ده والايم ده واسبت على ايه واسبت على الايمين الاولانيين وباخد الشرب ده ديما من hier من على باخدها من على بسطة السلم ده افضل حاجة والسلم بتاعي بيحكم لي دايما الارتفاع المطلوب اللي انا عايزه وبامشي من هناك على كل الاوائم اللي في كل اول كاميرا عندي واخرها بعلم على الايم اللي الناحية دي والايم اللي الناحية دي على الشرب بتاعي او اعمل شرب بتاعي طب بانقل الشرب ده بايه بحاجة اسمها ميزان الخرطوم ميزان الايه الخرطوم انا خدت العلام بتاعي الشرب الاولين عنده طب الشرب ده استيز باخده على اساس كام لو الارتفاع السقف بتاعي تلاتة متر وليكن كويس بابدأ باخده من الارض هنا بيديني مسلا حوالي متر ايه اه متر وتمانين متر وتسعين او كده طيب اللي فاضل عندي كام اللي فاضل عندي وليكن متر بابدأ ااخد من السقف بتاعش اضبط الشرب ده ان انا اقيس مسافة معينة عشان اعمل العرق واقيس مسافة معينة من الناحية التانية ليه لوزن العرق التاني من المسمار اللي انا دقيته للشرب اللي الناحية دي والشرب اللي الناحية ايه اتناحية التاني انقل بقى الوزنة بتاعتي احط الميزان بتاعي هنا وانقل في الايه في العندي الآيم الأخير من النحيا دي وقوم واخد الوزنة بتاعتي يقول لي زميلي طبعا الميزان بيكون نازل على الأرض كده وابدأ الشرب بتاعي زي ما حياتك شاف كده واخد وزنة من الأول ووزنة منين من الآخر على الآيم ده والآيم اللي أصد منه لأن هنا بيكون في عرق وهنا بيكون في عرق فمن بالتالي لازم أخد وزنة من هنا ووزنة من هنا لأن عشان أوزن العرق ده النقطة دي بتاعتي تكون سبتة ونحية نحية تانية في نقطة ايه في نقطة تاني سبتة لو أنا عند المكان أو الرسمة أفقي هتشوفها طيب خلينا مع بعض ناخد من الشرب بتاعنا ده أقصى ارتفاع للايه للاقاع الكاميرا عشان نعمل عرق من عرق الكاميرا أقصى ارتفاع الكاميرا بتاعي اللي الكاميرا بتاعتها ارتفاعها مثلا وليكن 40 سنتي اللي 40 سنتي دي هأبدأ أعلم عليها وأخدها من الشرب بتاعي المسافة بتاعتي اللي أنا محددها عندي وأبدأ أقول ايه دي الكاميرا موجود عندي من خشب الايه من خشب اللتزان طيب أحدد بقى أنزل من أخصى ارتفاع للايه للكاميرا كام ها أخد لقطة على أخصى ارتفاع للكاميرا على الايام بتاعي اللي هو ممكن كمان أخدها من الشرب نفسه كويس وانزل سبعة سنتي ونص ايه هما السبعة سنتي ونص دول يا هندسة السبعة سنتي ونص دول سبعة سنتي وإيه ونص اللي هما يساوي خمسة سنتي تطريحة ماشي تطريحة واتنين سنتي ونص مين لوح القاع لوح الايه لوح القاع كويس يبقى أنا عندي نزلت السبعة سنتي ونص وخدت علام وقمت عامل مين عامل العرق بتاعي ايه دي العرق بتاعي سبتوا كده والعرق الناحية التانية أوزنوا عليه أو أخدوا برضو من الشرب ما فيش أي مشكلة خالص عندي اهيه ويسبت الايه العرق بتاعي كويس خدت العرق بقو مواخد مين ايوه التطريحة هي اللي بيشلها العرق بتاعي اهو ماشي هندسة خدنا التطريحة بتاعتنا على طول ووزعناها كل خمسين سنتي كام تطريحة يعني لو أنا عملت الجنب الجنب بتاعي طبيعي هيبقى العرضة فوق التطريحة العرضة فوق التطريحة وبنيسر الموضوع في موضوع العرضة فوق التطريحة لو هي طويلة بنخليها جنب الايه جنب التطريحة كويس كده خلينا نرجع تاني نقول التطريحة بتاعتنا سبتناها فوق العرق بتاعي اهو حلو وعملنا لوح القاع بتاعي لوحين اتناشر سنتي ونص اهم كويس هتيجي بعد كده حضرتك هتاخد مين هتاخد الجنب بتاعي هتسبت الجنب عادي خالص كام لوح اربع تلواح تلات تلواح عشرات ولوح اتناشر سنتي ونص خلي بالك انا بتكلم بالراحة خالص وبالتفصيل الممل عشان حضرتك تكتب ورايا انا مش بتكلم بالراحة عشان انت تتفرج وخلاص لا عشان تكتب الكلام ده لان الكلام ده مهم جدا 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 طيب التطريحة دي سبتنا عليها لوح القاع وبعد ما سبتنا لوح القاع عملنا الجنب بتاعنا طيب الجنب نقصه ايه هندسة جميل نقصه العرضة ولوح الايه ها لا مش لوح التدكيم عشان محدش يغلط العرضة بتاعتي بتكون اقل من المسطلوب باتنين سنتي وايه باتنين سنتي ونص وتكون راسية لغاية اخر نقطة في الايه لغاية التطريح تكون راسية لغاية اخر نقطة في الجنب بتاعي اللي هي نقطة التطريح لان هيجي ورايا الورا العرضة دي هيجي حاجة اسمها ايوة لوح لوح زن برافو عليك لوح ايه زن ولوح الزن ده محتوط اسمه لوح زن ومن خشب اللي تزانا وبيتسبت في التطريحة بالايه بالمسمار عشان يزنو الجنب من تحت في مين في لوح القاع في لوح الايه القاع عشان اثناء الصب يكون الجنب ده متين منين من تحت طيب يا استاذ ايه اللي ناقص للوح الجنب ده او للجنب بتاعي ناقص ايوة برافو عليك دخلين على مين على العرق الصناعي برافو عليك ده احنا كده كل اللي بنعمله الجنب الداخلي طيب والجنب الخارجي هنعمله امتى هندسة هنعمل الجنب الخارجي مش دلوقتي خالص نعمله في الاخر وممكن نشوفه ان شاء الله ونعمله بس هنعمله ان شاء الله مع بعض بس مش النهاردة او مش دلوقتي عمتا بس نفهم ده لان الجنب الخارجي بيعتعمل في الاخر خالص اخر حاجة لان تقويته تختلف عن تقويت الجنب ده خالص طيب جيت انا باش مهندس عملت الايه الكاميرا اه الكاميرا العرضية اللي هي الرئيسية وعملت الجنب الداخلي بتاعها وقويته من تحت بلوح الزن وسبته وبروزت السقف بتاعي على ايه الجنب ده وعملت العرق الايه العرق الصناعي ده طب ليه سميت ده عرق صناعي لانه من خشب الموسكي ودايما انا بقول العرق الصناعي دايما او العرق نفسه من خشب الموسكي طيب اما ده بسميه صناعي عشان هو من خشب اللي تزان دايما نقول العرق بتاعي من خشب الموسكي حلو كده وبيكون كل واحد متر على الايه وبيتسبت على الايه الاوايب اما ده اسمه عرق صناعي عشان هو من خشب اللي تزانة مش من الموسكي وكمان من اين بيتسبت على الجنب مش على الايه مش على الايه حلو كده جميل جدا تعال بقى نخش على الكاميرا التانية هنعملها نفس الكلام للنحية دي نفس القصة دي ولكن هنعمل الأول كاميرا الفرعية بتاعتنا طبعا هناخد المنسوب بتاع العرق اهو وناخد العرق بتاعنا كويس ونشد عليه مين علي التطريحة عادي ما الناس حفزت معايا هي تمام كويس وبعد كده بعمل القاع بتاعي وادي اللي جناب بتاعت بتاعت الداخلية لان الجنب بتاع الكاميرا اللي هي الفرعية جنبين داخليين مفهمش زيادة جنبين داخليين وبالمناسبة انا زودت هناك اتنين صنط ونص عن الارتفاع المطلوب عشان هيضيعوا فين في لوح القاع بتاعي في لوح الايه القاع بتاعي والجنب كمان بسبتوا بالعوارض اهو ومن تحت بلوح الايه بلوح الزن كويس ونفس القصة زي ما ثبتت هناك عرق صناعي هسبت على الجنب ده عرق صناعي ايدي العرق الصناعي بتاعي طيب يا باش مهندس بعد كده ايه اللي بيتم انت كده عملت الجنب ده الداخلي وكمان الجنب اللي قصد منه الداخلي طيب يا هندسة نفس القصة اللي هتعمل اللي عملته هنا هتعمله هنا عشان يبقى انت بروزت السقف ايه بتاعك طيب ايه اللي ناقص عندي اه ناقص بقى السقف الكاميرا بتاعتي انا شغلتها تمام بس الجنب الخارجي بس هو اللي ما ثبتش بسبته بعد اما خلص مين السقف برافو عليك عشان الحلقة الربط تخلص فهنتكلم على عرق الايه عرق السقف بتاعنا على السريع وخلي بالك معاي انا عملت هنا عرق صناعي من خشب اللي تزانة على الجنب ده وعملت هنا عرق صناعي برضو نفسي قصة من خشب اللي تزانة وعملت ايه طيب العرق الصناعي ده انا كده كده نازل منه كام هندسة نازل سبعة سنت ونص ومثبت الايه اللي هو السبعة سنت ونص دول زي ما نزلت هنا سبعة سنت ونص قيمة الايه التطريحة ولوح القاع حلو هنا هنزل سبعة سنت ونص برضو قيمة الايه قيمة التطريحة ماشي ولوح ها مش لوح القاع بقى لوح التطبيق كويس كده لوح الايه التطبيق عملت انا العرق اهو بتاعي ببدأ اخد عليه مين ها اوزن العرق ده اشد عليه خيط كده اشد خيط كده وابدأ اوزن العرقات التانية اللي فضله على الايه على الخيط بتاعي اوزن اخد خيط من الاول وخيط من الاخر خيط من الاول من هنا من الناحية دي وخيط من اخر البكية خالص واشيل العرق بتاعي وسبته هيديني المنسوب بتاعي المطلوب طب ما فيش خيط يا استاذ وما معناش خيط او ما سبتتش بالخيط بالقدة بالقدة حطها على العرق الداخلي للكاميرا والعرق الداخلي التانية وابدأ الادة وميزان الايه ماشي بالادة وميزان الايه ميزان الماي فيش اي مشكل سبت العرقات بتاعتي كويس ده من هنا تمام ابدأ اشد عليهم مين التطريحة بتاعتي التطريح بتاعتي اهيه طالما العرق قرته ظهرة يبقى سيف التطريحة هيبدأ يظهر معايا بعد كده هقول لك ايه اللي هيخلص بعد كده بعد اما عملت العرقات بتاعتي حلو حطيت عليها التطريح كل خمسين سنتي بعد كده باخد حاجة اسمها لوح الايه اسمها لوح ها ايوا معايا اسمها ايه دي واحد في الاول واحد في الاخر اسمه ايه ها لوح برواز برافو عليك لوح برواز باخده كده وبقوم واخد لوح برواز تاني كده وابدأ اطبق بقى اطبق لوح برواز ده اللي هو بداية التطريح بداية التطبيق بتاع الايه بتاع السقف وبعد ما بروزت عندي بلوح برواز من هنا ولوح برواز من هنا باخد بقى لوح برواز تاني كده واطبق التطبيق بتاعي ومشيه زي ما حضرتك شايف كده الواح تطبيق عادي خالص كويس كده طبقنا كده السقف بتاعنا اللي عملناه هنا بابدأ اعمله فين بابدأ اعمله هنا وطبعا زي ما شفت حضرتك كده عندي حاجة جديدة اسمها ايه اسمها لوح الزن اسمه ايه ده من خشب اللي تزانة قطاع واحد فاربعة واحد في خمسة بوصة كويس واحد فاربعة واحد في خمسة واحد في ستة وعندي حاجة برضو تاني اسمها عرق صناعي اتكلمني عليه قبل كده ولكن لازم نعيدك كلام ده لاندي من ضمن المصطلحات الفنية بتاعتك اللي انت هتشتغل عليها محدش هيقولك عليها تاني ولكن هيقولك ايه اللي انت سبتو ده هيسألك على طول انت طالب جدرات يعني جدير بمهنتك جدير بشغلك عارف كل مصطلح انت بتنفزه ازاي وعارف كل قطعة خشب انت بتحطها فين وكل لوح طبعا كل الخشب اللي موجود عندي اللي في الشدة الخشبية وبالمناسبة في فرق بين الشدة الخشبية والتأفيصة الخشبية تأفيصة بتكون من عروق في الليري فقط لغير تلاتة في تلاتة واربعة في اربعة وخمسة في خمسة بوصة وبتكون من ايه كلها عروق في عروق من جسور وبيانضات وانهزة وقوايم اما الشدة الخشبية بتشمل جميع انواع الاخشاب وانواحها المستخدمة فينها في القسم او قسم الخرصانة بتاعنا طيب انا عندي شوية اخشاب موجودين عندي شوية اخشاب موجودين عندي لازم اكون عارف المسمة بتاع كل لوح عندي موجود اسمه ايه وبتسبت في المكان ده يبقى اسمه كذا وبكده نكون احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة ويرب نكون كتبنا كل كلمة عشان الحلقة اللي جاية ان شاء الله هنشتغل مع بعض اللي قلناه عملي مية لمية بإذن الله ونكون سعداء مع بعض وكنت معكم محمود لطفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة